اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في حسن حال رجعت لكم اليوم في فيديو جديد اليوم إن شاء الله باش نحضروا مبعضنا وصفة تونسية تقليدية بنينة برشا باش نعملوا شربة مفورة بالجيش أحكار الرطل باش نعطيكم طريقة سهلة مبسطة للمبتدئين تجيكم ناجحة من أول مرة بنينة برشا طايبة في حقها ومفرقة كل كعبة وحدها إن شاء الله هالفيديو يفيدكم يقدم لكم الإضافة وإذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل اكتبوا لي في التعليق نجاوبكم وتوا نتعدي وباش نشوفوا مبعضنا المكونات وطريقة التحذير وتوا باش نبدأوا باسم الله لهني اخذت الطنجرة اللي باش نطيب فيها حتيتها للنار صبيت فيها كمية من زيت النباتي تقريبا 100 ميليليتر باش نطيب ورطل شربة 500 جرام وعندي كعبة بصلة كبيرة قشرتها باش ناخذ أقل شوية من اشترها باش نقصوا طريفات صغار باش نحطوا نقليه في الزيت وبقية الكمية باش نرحيوه من بعد نفوروا بيه الشربة عندي غريم فلفل أخذر باش نحط نقليه مع البصل أذية فلفل تون سيحار برشا ما شاقيتوش باش ما يسيبش لحرورية متاعو جوز تنقليه هي سيب البنة متاعو من بعد نحيوه باش نزينو بيه في الأخر بالكل نقليه البصل على النار قليلة باش ما يتحرقش نحيو تواكل جرين متاع الفلفل وعندي طريفات الجيج باش نحط نقليهم في الزيت نقليه وديمه على نار قليلة واحنا نحركوا فيه نقليهم الجيهتين في نفس الوقت نحطوا الماء يسخن من بعد باش نمرقوا بالماء سخون كما نقلينا جيج مليح تهو باش نزيد عليه زوز مغارفة كبار تماتم معجونة تماتم مركزة وباش نستعمل شوية من عصير التماتم إذا كين ما عم تكمش عصير التماتم هيدا تعاوضوا بزوز كعبيت تماتم كبار ترحيوهم وإلا تزيدوا شوية في التماتم المعجونة نقليه وتوى كتماتم مليح على نار قليلة باش مجينيش من بعد فيها طعمة القروسية زدتم غارفة هريسة عربي صغيرة لهريسة العربي الأساس متاحة فلفل شيح وثوم اتبنى نبرشة الميكلة التونسية الطريقة شاركتها معاكم تاوى تلقاوا رابط الفيديو تحت العنوان عندي أربع سنينة ثوم قشرتهم باش نرحيهم وتنجموا زيدة هرسوهم باش نزيد ثلاثة ورقات رند ونحركوا تنجرم تاعنا نكملوا نقليوا التماتم مليح كملنا قلينا التماتم مليح تاوى باش نبدي ونفوحوا حطيت مغرفة صغيرة تابل وكروية شوية فلفل أكحل نسيف مغرفة صغيرة كركم مغرفة ونص صغار فلفل زينة حلوة فلفل أحمر حلو ونصيف مغرفة صغيرة سكنجبير السكنجبير يبنن برشة الجيج والبقري لكن إذا كان ما عندكم مش تستغنوا عليه حطيت لهنا الملح ونحركوا التنجرم تاعنا نزيد ونقليوا تقريبا مدة دقيقة إذا كان عندكم حمص منفخ تنجموا تستعملوا في المرحلة هذية تزيدوه بالنسبة لي أنا ما عنديش الحمص ما حطيتش لأنه تاوى مرقت بالماء سخون يكون ماء سخون يغلي ديما كيتقلي وتمرقوا بالماء سخون نزيدو نحركو شوية تنجرم تاعنا وباش نتعدي ونحضر الشربة أخريد تاوى صحفة باش نفرغ فيها 500 جرام شربة لسان عصفور استعملوا أي نوع متوفر عندكم وماذا بيكم تكون الكعبة متاع الشربة طويلة شوية وباش ناخذوا البصلة اللي يخلينيه باش نرحيوه على رطل شربة تستعملوا بصلة متوسطة الطريقة ذي شفتوها معايا في برشا فيديو تقبل شاركتها معاكم في الشربة المفورة في الدويدة المفورة تسهل عملية الطيب تخلي الشربة وإلى الدويدة راوية في نفس الوقت تبننها برشا والبصلة ذيكا راوي ذوب من بعد ما يقعدش ظهر المهم ترحيوه باش نزيد نصب عليها شوية زيت زيتونة وإلى زيت ناباتي على حسب اللي متوفر عندكم نحطوا عليها شوية ملح ونخلطوها مليح نغلفو كل حبيت متاع الشربة بالزيت والبصل المكونة تلكلي جينس ومبعضهم وباش نحطوها تتفور في الكسكيس نغطيوها بغطاء باش البخارة متاحة يرجع عليها باش نفوروها ربع ساعة على النار قليلة ما تحطوش نارة قوية باش المرقة ما تنشحش فيه ساعة لهني في نفس الوقت حتيت القليلة على النار باش نقلي شوية بتاتا نزينو بيها من بعد خذيت كعبة بتاتا صغار قشرتهم وقسمت كل كعبة لاثنين كيما شفتوا قصيتها مشرفة نقليوها على النار متوسطة ما تحطوش نارة قليلة وما تحطوش نارة قوية باش تجيكم طايبة ومحمرة اذا كانت تحطو نارة قوية برشة راي تتسهد من البرة وتقعد نيا من داخل باش نرجعو تاوى للشربة خلينيها فورة ربع ساعة تاوى باش نسقيوها المرة لولا ناخذو شوية مرقة نصبو عليها في وسط الكس كيس من غير ما نقلبوها في الصحفة طيبو على نارة قليلة ما تحطوش نارة قوية الشربة والدويدة المفورة والروز ما يحبوش نارة قوية ما كانش راي المرقة في ساعة ما تنشح نصبو تاوى عليها المرقة ونحركوها شوية وباش نعاودو نرجعوها تتفور للمرة الثانية باش نزيدو نفوروها ربع ساعة وهي مغطية بالاغتاء وباش نعاودو نرجعو نسقيوها مرة أخرى هذه البتاتا كما نقلينيها نستقطروها تاوى نحطوها على جنب اذيك باش نزينو بيها تنجمو الطيب وخضرة في وسط المرقة متاع الشربة تحطو باتاتا سفنيريا على حسب الرغبة متاعكم وتنجمو زيدا تحطو الحمص لمنفخ بالنسبة لي اينا الحمص مستنسا نحط لكن ما عنديش هذيك عليش استغنيت عليه والخضرة ما نحطش في المرقة ديما نخير نقليلها شوية بتاتا وانتو مع لحسب الرغبة متاعكم عاودنا رجعنا للشربة متاعنا خلينيها فورة ربع ساعة توبش نعاودو نسقيوها بالمرقة نخلطوها ونعاودو نرجعوها نفوروها ربع ساعة اخر نحركو الطنجرة متاعنا ديما تفقدو المرقة وطيبو على نارقليلة نعاود ونأكد ما كان نشرعي في ساعة ما تنجح وتنجم حتى تتحرق اذا كان نلقيتوها نقصت في الماء نجمو زيدوها ما سخون لهني قبل ما نرجع الكسكيس عالطنجرة بش نزيد نمرق بشوية ما سخون او كانتو معينكم ميزانكم لكن ديما استعملوا ما سخون نعاودو رجعوها تاو تتفور ربع ساعة اخر لهني انتو شربة متاعنا تابطو حضرت نحيتها على جنب قبل ما نطفي على المرقة رميت فيها لقشة فلفل اخضر وبش نعمل لها خوية الزيتونة او رشة فلفل اكحل ونغطي عليها مدة دقيقة النار عبارة تافية خليو نار قليلة على الاخر كما شفتو قاعدتنا سوس عاقدة هذي كالي بش نكملو نخلطو بيها شربة متاعنا نقلبو تاو الشربة في الصحفة كما شفتو مفركة كل كعبة وحدها وراي تايبة بالكدي ناخذو تاو السالسة نحيو منها طريفة الجيج وكتر فمتاع الفلفل ونصبو الكمية متاع المرقة لقاعدة تلناء كما شفتو قاعدة تلناء سالسة عاقدة نخلطو شربة متاعنا تنجمو دخلوها تجمروها شوية فلفور مدة عشرة دقايق وإلا تغطيوها تخليوها تتشرب مش لازم تجمروها بالنسبة لي اين خليتها كما هي تقريبا عشرة دقايق ومن بعد زينتها في سحنة تقديم تشرب شوية المرقة متاحة وتكون حاضرة لهنا ما تبقى لنا كيمش نزينوها في سحنة تقديم خليتها ارتاحة عشرة دقايق تشربت المرقة متاحة تجيب نينا برشا لانية لمعجنة مفركة كل كعبة وحدها جربوها بالطريقة ذية وبقدرة ربي ترحمولي لولدايا من أبا ما تاكلو نحطوها في سحين نزينوها بترفيت الجيج جريين الفلفل البطاطا اللي قلينيها وكما قلت لكم تنجموا تعملوا في وسطها الخضرة سفنيريا بطاطا حمص على حسب الرغبة مطيعكم هذه هو الفيديو متعنا لليوم إن شاء الله فايدكم وقدم لكم الإضافة وإذا كنا عندكم أي ملحظة ولا تساول اكتبوا لي في التعليق نجاوبكم نتقابلوا في وصفات أخرين وآخر حاجة نقولوا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكافينا وأوينا فكما ما لا كافية له لا مؤوي إن شاء الله ربي دوم علينا وعليكم النعمة ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته